السلام عليكم. مرحبا بكم متتبعي قناة الحميدي. اذا من خلال هاد الحلقة ان شاء الله غادي نقدم لكم النقاد ديال كل الاتجاهات اللي انتم ما كنت شوفوا الان. هي النموذج سؤال الذات تكسير البنية وتجديد الرؤية. بعد ما كنت نزل في الفيديو اللي قبل هادا. الرواد ديال كل يعني هاد الاتجاهات الادبية هاد. اذا كان فيكم اللي يقول لي يعني اه فوقاش غادي نستعملو النقاد. و اه فوقاش كنتستعملو الرواد. النقاد كنتستعملوهم الى التعطنى النص النظري. اما اه الرواد فكنستعملوهم الى التعطنى اه النص تطبيقي. طبعا فهد الاتجاهات الادبية اللي احنا كنحلل لهم اه اللي هو مقدمكم الان. اي اربعة ديال الاتجاهات. اه اذا اخوتي ما تنسوش دائما ما كنلاش نندكركم ديال. اه اه دخلو للقناة تشاركو ثم تفعلو زر الجرس. وايضا ما تنسوش اللي لايك. وشكرا مزاف على التعاليق ديالكم. اه التعاليق حقيقة اه رائعة رغم يعني اه هناك بعض التعاليق اللي اه فائدة دياله هو التكسير. تكسير مش تكسير اللي بنياو انما تكسير الاقاع اللي احنا غدين به اه في القناة لكن لا اه بالي لهد التعاليق هادو. فا اه تنمحيهم ون اندوس. طبعا اذا انا نعطيكم النقاد ديالاحياء النموذج. اذا انا من اهم النقاد اللي بانوا في احياء نموذج. اه طبعا بالاضافة الى كينين ما اترقت شنا الكورشي. طبعا كينين النقاد اخرين اللي اه تقدرون انتم يعني تستعنوا بهم. ولكن اعطيكم ان انا اهم النقاد ديال هاد الاتجاهات اللي غدي نشوف تابه كلها. اذا عدنا طهاء حسين ثم شوقي ضيف ثم علال الفاسي ثم عباس الجراري واحمد المجاتي ومحمد الكتاني. اذا هادو هما ابرز النقاد ديالاتجاه احياء النموذج. طبعا كما قلت لكم بامكانكم انكم تلقاوا نقاد اخرين. فهذا الاتجاه اه الشعري هذا. اه ندوز الى اه نقاد سؤال اه اذا كما كتعرفوا على ان اه سؤال اه اه كنا اطرقنا الرواد اللي هما مدرسة الديوان والرابطة القلمية ومدرسة ابولو. اما في ما يخص النقاد ديال هادو المدرسة اه الشعرية هادي. كان نلقاو عزدين اسماعيل واعني اه اه يعني اه يعني في النقد دياله غالبا تلقاوه بزاف كتابه الادب وفنونه و اه فنونه اسمح ومحمد عبد المنعيم الخفاجي في كتابه النقد العربي الحديث وغنيم هلال ومحمد بن نيس وعبد المحسن طه. اذا هادو اغلب النقاد اللي بانوا لنا في اتجاه ديال سؤال الذات. انتقل الى اه نقاد ديال تكسير البنية وتجديد الرؤية. اذا النقاد تكسير البنية من ابرز رواد اه اه سمح من ابرز نقادي. اخطأت هنا من ابرز نقاد ديال اه الشعر ديال اه ديال اه شعر الحر اللي هواتكسير البنية. كان وجده محمد النوهي غالي شكري وعزدين اسماعيل. تم نقات جديد الرؤية. كان لقاو اه حسن مخافي ومحمد الفارس وأحمد الرحماني ويعد علي أحمد سعيد أدونيس وهنا نعرفه غير بأدونيس أول من رصخ مفهوم الشعر رؤيا في النقد العربي وهو شاعر وناقد سوري عرف بغزارة ثقافته وكثرة نهله من الثقافة العربية أي أنه استمد أصول شعره وثقافته من الثقافة العربية تحديدا وتأثر بشكل كبير بالمدارس الشعرية الغربية وتأثر كثيرا بالمدارس الشعرية الغربية إذن كما قلت لكم هناك نقاد أخرين اللي ما طرقتش اليوم أنا لأن راه أنتما إلى نرجعتوا للتحاليل ورجعتوا إن المجموعة من النصوص النصوص النظرية فقد تلقوا فيها نقاد أخرين بإمكانكم أنكم يعني تستعنوا بها فقط يعني كما نقول لكم دائما تحروا الصدق في هذه المعلومات اللي كنت تقدم لكم لأننا مشي أي معلومة أي معلومة يقدم لكم واحدة راه صحيحة الشيء لاش نقول لكم تسيروا دائما المنابع الأصلية ديال هاد القنوات اللي انتم ما متبعينهم اللي طبعا إمكانكم أنكم تجيبوا منهم المعلومات وتكون معلومات صحيحة ما تبشيوش أي قانا أي قانا كانت دائما سيروا القنوات اللي معترب بها واللي كتلقوا عندهم متتبعين مزيان إذن أخوتي ما ما تنسوش القناة الثانية أنا خليتها لكم في صندوق الوصف ما تنسوهاش دخلوا لي تتبركوا على الزر للشراك وتفعلوا الجرس وسأكون لكم شاكرا شاكرا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله